منع من قوات الأمنية التوجه إلى السفارة الدنماركية على خط الأزمة العراقية السويدية التي أشعل فتيلها لاجئ عراقي بحرق نسخة من البصحف وتكرار فعلته بالدوس عليه ومن ثم الإساءة للعلم العراقي ولرموز دينية سياسية في البلاد على خط تلك الأزمة تتصاعد مخاوف اشتعال أزمة عراقية أوروبية سيما مع تكرار فعلة حرق نسخة المصحف في الدنمارك حادثتان أشعلتا فتيل الغضب عند العراقيين بالتظاهرة أمام السفارة الدينماركية وكذلك ما أوردته مصادر محلية بحرق في إحدى كرفانات مقر منظمة دينماركية تعمل في مجال إزالة الألغام في البصرع ومع تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف حذر خبراء العلاقات الدبلوماسية من مغبة شيطانة العلاقات بين بغداد وحكومات أوروبية قد يثيرها صنع فتنة بثياب حرية التعبير الأمر الذي رفضته الطبقة السياسية في البلاد جملة وتفصيلة إلى جانب ذلك تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين أعمال الكراهية الدينية وهو ما يدعم موقف العراق ودول عربية وإسلامية وجهت خطابا لاذعا لحكومة السويد التي سمحت لتكرار فعلة اللاجئ العراقي مراقبون رأوا أن ما يحدث ما هو إلى محاولات لإعادة العراق إلى مربع إزمات جديدة جلها توتير العلاقات مع حكومات دول صديقة إلا أن الخارجية العراقية أعلنت في بيان لها مسؤولية العراق عن توفير الأمن والحماية للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع الباثات لكن ومن ناحية ما يحدث أن رئاسة الجمهورية اعتبرتهم محاولات لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية واقعيا يرى محللون أن العراق بغينا عن توتر العلاقات مع دول يقيم معها تعاون اقتصاديا أو مجالات أمنية إذ يحذرون من محاولات أن تتحول الأزمة إلى منح الضرر بمصالح العراق من جهة وصناعة انتشار أكبر لرواد الإسلاموفوبيا الأمر الذي لن يخدم معادلة الاستقرار في العراق وكذلك في أوروبا أو كما يحذر مراقبون اشتركوا في القناة